قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له ما زالت متواصلة مع صعوبة سوء الأحوال الجوية في مكان الحادث وبث التلفزيون مقاطع من عمليات البحث التي تقوم بها فرق الإنقاذ والإغاثة للوصول إلى مكان الحادث والمروحيات التي كانت تقل رئيسي والوفد المرافق له بمنطقة ورزقان الجبلية والوعرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران كما بث التلفزيون قبل قليل دعاء المواطنين في الأماكن الدينية البارزة في مختلف المدن الإيرانية لسلامة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له الذي تعرضت مروحياتهم لحادث أثناء عودتهم من تدشين سد مشترك مع جمهورية أذربيجان وشارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق اليوم في مراسم تدشين سد مشترك بين إيران وأذربيجان بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام علييف وتعرضت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني مكون من ثلاث طائرات مروحية لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية في وقت سابق وفق التلفزيون الإيراني الرسمي وكانت المروحية تقل بالإضافة إلى رئيسي وزير الخارجي حسين أمير عبداللهيان ومحافظ محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية